بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله سبحانه وتعالى يقول وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكْرِ أي لَقَدْ سَهَّلْنَاهُ وَيَسَّرْنَاهُ فِي تِلَاوَتِهِ وَفِي فَهِمْهِ وَفِي الْعَمَلِ بِهِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا الله سبحانه وتعالى سخر لنا ولله الحمد هذه التقنيات فذللت كثيرا من الصعوبات التي كنا نعاني في الحصول عليها هنا تطبيق من التطبيقات المميزة والمباركة التي تسعى وتساهم في تصحيح تلاوة القرآن الكريم تصحيح تلاوة القرآن الكريم أيها الأخوة والأخوات من القضايا التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعتني بها أن يصحح تلاوته وأن يقيم تلاوته للقرآن الكريم حتى يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى قراءة صحيحة وإذا حفظه يحفظه على قراءة صحيحة تطبيق مدكر لتصحيح التلاوة فكرته أنه يجمع بين من يريد أن يصحح تلاوته وبين معلمين متخصصين ومدربين وأكفاء في تلاوة القرآن الكريم والحقيقة أن هذا التطبيق وهذا المشروع يستحق أن ندعمه حتى لو لم نستخدمه فكيف ونحن نستخدمه ونستفيد منه ونصحح تلاوتنا يصلح للمعلم أن يتعلم هو ويصلح للإمام أن يتعلم هو ويصلح لرب الأسرة أن يتعلم ويعلم أبنائه وبناته ويصلح للمعلم في مدرسته أن يحث الطلاب عليه هو تطبيق موثوق ورائع جدا وفكرته إبداعية أنصحكم به وأدعو لهذا التطبيق بالتوفيق وللقائمين عليه بالنجاح بإذن الله وأطمح بإذن الله أن يصل عدد مستخدم هذا التطبيق إلى مليار مستخدم لأننا كلنا في حاجة إلى تصحيح التلاوة وإلى المراجعة وإلى ارتباط الأكثر بالقرآن الكريم شكرا